من قال بأن تمام العلة للمسافر هي تخيف عنه في سفره يعني بالإفطار من خلال التعب والجهد الذي يقوم به في السفر هذا ربما يكون جزء العلة ولذلك لا ينتفي الحكم عند الدفاع علته والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هناك تطور في الزمن فلذلك لم يقيد ذلك في كتابه في الراحة أو في المشقة بل اعتبر مجرد السفر من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الأمر الثالث ورد عن رسول الله ولولا ورود ذلك لربما فكرنا في هذه الإشكالية التي تطرح في هذه الأيام كثيرا ورد في الرواية عن إسحاق بن أمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الصائم في السفر كالمقصر في الحضر يعني حال الذي يصوم في سفره لأنه أصبح مشرعا الله يقول له لا تصوم وهو يريد أن يصوم فحاله كحال المفتر عمدا يعني الاثنان مأثومان وفي رواية أخرى أنه لو مات الصائم في السفر لم أصلي عليه ثم قال عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في شهر رمضان في السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال يا رسول الله إنه علي يسير يعني أنا لا أتعم في سفري كالعلة التي يعني اليوم يتحدثون بها بأن هناك مشقة وأن هناك كذا في الزمن السابق على السفر على الرواحل والدواب ومشي أما اليوم سيرا على الأقدام أما اليوم في الطائرات وفي السيارات فالسفر مريح قال إنه علي يسير فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان أي يحب أحدكم إن تصدق بصدقة أن ترد عليه يعني كما لا تحب أن ترد الصدقة عليك إذا تصدقت لله سبحانه وتعالى كذلك الله لا يحب أن ترد صدقته التي هي الإفطار في السفر والإفطار في المرض ولذلك لا يمكن أن يعني نأخذ بهذه الإشكالية التي اليوم تسري أو تنتشر كنتشار النار في الهشيم لأن المسألة ليست مسألة راحة في السفر أو جهد في السفر وإنما المسألة مسألة هدية وصدقة من الله سبحانه وتعالى ثم من قال لك أن أكثر الناس ترتاح في سفرها يعني هناك كثير من الناس رواحلهم أو سياراتهم ليست مريحة أو عندما يعلقون في زحمة السير أو ما إلى ذلك يعني يصابون بجهد كبير يعني في هذا المجال فليست المسألة دائرة مدار ما يقوله الناس من شبهة وإنما المسألة دائرة مدار أن الله سبحانه وتعالى تصدق علينا بذلك وعلينا أن نلتزم أوامره